انتهت الفترة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية في مصر لاستقبال الاعتراضات على أسماء مرشحي الانتخابات حيث ينص القانون على حق كل مرشح في الاعتراض على الآخر مع بيان أسباب اعتراضه ولم يتقدم أي من المرشحين الذين أعلنت الهيئة قابول ترشعهما باعتراض على الآخر يحظى كل المرشحين باحترام شديد للآخر ولا يحتاج أي منهما للطعن على الآخر لذلك مرت المدة المحددة للطعون والاعتراضات دون أن يتقدم أحد بطعون بالإضافة إلى أن القانون حدد أن يكون الطعن من أي من المرشح وليس من خارج المرشحين حيث يحاول البعض من المحامين ودعاة الشهرة أنهم يتقدموا بطعون وإصارة البلبلة إلا أن الهيئة أغلقت هذا الباب أمام هؤلاء واقتصر الطعن على المرشح فقط دون غيره ولتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات والتيسير عليهم أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بياناً أوضحت فيه الإجراءات التي تقدمها للوافدين الراغبين في تعديل موطنهم الانتخابي وكانت بعض قوى المعارضة قد دعت الناخبين إلى مقاطعة الانتخابات أرى أنه ستكون هناك نسبة مشاركة معقولة من جانبي أدعو كل المصريين للخروج للإدلاء بصوتهم سواء كان للرئيس السيسي أو لمنافسه موسى مصطفى المهم المشاركة أو من لا يرغب في هذا أو ذاك فيذهب إلى الصندوق الانتخابي ويبطل صوته ولنا تجربة سابقة أن الأصوات الباطلة في الانتخابات الرئيسية السابقة كانت أعلى من المرشح المنافس ومن المقرر أن تجري الانتخابات بدءا من السادس عشر من مارس القادم للمصريين خارج مصر لمدة سلاثة أيام وبدءا من السادس والعشرين من مارس داخل مصر ولمدة سلاثة أيام أيضا غلق باب الطعون لمرشحي الانتخابات الرئيسية في مصر دون اعتراض أي منهما على الآخر لتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءاتها لإتمام العملية الانتخابية أسامة عبد المقصود، الإغمارية، القاهرة